سجل لعب منتخبنا الوطني للجيو جيتسو بالاتحاد البحريني لدفاع عن النفس عبدالله سينة إنجازا تاريخيا لمملكة البحرين في بطولة العالم للجيو جيتسو للشباب تحت 21 سنة في العاصمة الأسبانية مدريد حين محتل المركز الرابع في وزن 62 كيلو جراما هذا وقد تبع سموشي خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس العالي للشباب والرياضة هذا الإنجاز حيث تواصل مع بعثة منتخب للجيو جيتسو وأشهد سموه بهذا الإنجاز والإمكانيات العالية التي يتمتع بها اللاعب عبدالله سينة موشيدا بالكفاءة العالية التي يمتلكها المستشار والمدير الفني للجيو جيتسو المدرب رضا منفريدي وبركة سموه للبطل العالم عبدالله سينة المركز الرابع في بطولة العالم على الرغم أن مملكة البحرين شاركت بلعب واحد فقط والذي شرف مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي موسيقى